ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بعد وفاة رجلين وامرأة تجاوز أعمارهم سن الستين وتركت سمراء المشهود لها بالسمعة الطيبة وحسن الأخلاق زوجها مراد الذي يكبرها سنا وابنتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات مراد وسمراء تزوج سنة 2010 في سن صغيرة بعد قصة حب بدأت منذ مرحلة الدراسة غير أن القدر شاء أن يفترق بهذه الطريقة وبعد أسبوعين فقط من فقدان مراد لوالدته ولفضت الراحلة أنفاسها الأخيرة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بسبتاء الذي وضعت به الأربعاء الماضي في حالة حارجة بعد تأكد إصابتها علما أنها ترددت في مناسبات سابقة على المستشفى هي وزوجها العائد منتصف الشهر الماضي من مدينة ماربية حيث يعمل بعد شعورهما بأعراض المراد دون إخضاعهما للفحوصات حيث اكتفى المسؤولون الصحيون بنصحهم بالتزام بالعزل الصحي ولم يتمكن الزوج من حضور مراسم دفن زوجته عشية الاثنين بسبب إلزامه بالحجر الصحي في المنزل وتأخرت نتائج تحاليل الفيروس التي ظهرت حتى السابع مساء وجاءت سلبية فإن لله وإن إليه راجعون نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر